الحادية عشرة مثاء التاسعة بتوقيت جراناتشا موجزون إكباري يونياتيكم من القاهرة أهلا بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصانع الأسمند الأزوتية التابع لشركة النصر الكاميويات الوسيطة في منطقة العين السخنة كما تفقد الرئيس السيسي مجمع المصانع حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن المجمع وطبيعة عمل المشروع ومراحل تنفيذه وتجليله أكد الرئيس السيسي أهمية توسيع الرقعة الزراعية في مصر مشيرا إلى أن إضافة ثلاثة ملايين وخمسمائة الف فدان في مناطق الدلتة وتوشكا ووسط سيناء يساوي نحو سلس مساحة الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في مصر وهو ما استلزم بذلء جهود ووقت وتكلفة كبيرة كما أكد الرئيس السيسي أن مشروعات الزراعة بالدلتة الجديدة ووسط سيناء احتاجت إلى إنشاء عدد كبير من محطات تحلية مياه مشيرا إلى أن الدولة أنشأت ثلاثين محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتة الجديدة ومعالجة مياه الصرف الزراعي لحمايتها من الإهدار كما أعلن الرئيس السيسي أن الدولة تبدو الجهود كبيرة لإدخال مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة للكدمة خلال أقرب وقت ودعا الرئيس السيسي الإعلام لتسليط الضوء على المشروعات التنموية الجديدة وبالأخص مشروعات الزراعة في الدلتة الجديدة حضر البنتاجون من حرب عالمية بعد سقوط مسيرة أمريكية قرب مياه روسيا بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو لا تريد التصعيد في منطقة البحر الأسود لكنها ستواصل الرد على الاستفزاز وأضاف الوزارة أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بحث هاتفيا مع ناظره الأمريكي لويد آستن حادث سقوط المسيرة الأمريكية وأكدت الدفاع الروسية أن شويغو أبلغ آستن أن تحليق المسيرات الأمريكية قرب القرم أمر استفزازية قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن طائرة الاستطلع العسكرية الأمريكية التي تحطمت في البحر الأسود قد لا يتسن انتشالها على الإطلاق وأشار كيربي إلى أن المكان الذي سقطت فيه الطائرة في البحر الأسود مياهها عميقة للغاية كما أكد أن السلطات الأمريكية اتخذت إجراءات وقائية لضمان الحد من قدرة الروس على استخراج معلومات استكبراطية مفيدة من الطائرة في حال تمكنوا من انتشالها شهدت بريطانيا إدرابات واسعة في العديد من القطاعات الحكومية ومظاهرات حاشدة احتجاجا على مستوى المعيشة وللمطالبة برفع الأجور وتوقف عن العمل موظفون في القطاع العام ومعلمون وسائقون في مترو لندن وأطباء ومصعفون بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وأزمة تكلفة المعيشة التي تتفاقن يوما تلو الآخر كما شهدت العاصمة لندن عرقلة لحركة النقل والمواصلات على نتاق واسع بسبب الإدراب نفذت النقابات الفرنسية إدرابات ومظاهرات في أنحاء المدن الفرنسية احتجاجا على تعديل نظام التقاعد واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في أنحاء العاصمة باريس كما شهد يوم التعبئة الثامن إدرابات كبيرة في وسائل النقل العام ومترو الأنفاق وحركة الطيران هذا وأعلنت النقابات عن يوم إضافي من الإدرابات في جميع القطاعات إضافة إلى مظاهرات في باريس وعموم البلاد بينما صنفت قيادة شرطة باريس تصنيفها لإدراب الأربعاء بالخطير هذا فيما دع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى اجتماع عاجل للحكومة الفرنسية بقصر الإليزي عشية التصويت على مشروع التقاعد بشكل نهائي الخميس خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو النتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأخير مشيرا إلى مخاطر تحيط بالإقراض فيما تقلص البنوك الأصغر حجما محفظة قروضها للحفاظ على السيولة في مواجهة الأزمة البنكية ويتوقع المحللون في البنك أن يبلغ النمو على أساس سنوي 21% للربع الأخير في انخفاض 0.13% عن التقدير السابق وتواجه البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة أزمة حادة منذ إغلاق الجهات التنظيمية لمجموعة سيريكون فالي المالية بعد حملة واسعة للسحب الودائع في الأسبوع الماضي ونذكركم لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل سور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة كنت معكم حبيب عمر وإلى اللقاء اشتركوا في القناة